السلام عليكم أهلا بكم في فيديو جديد اليوم سنتكلم معكم عن برنامج بالنسبة لي برنامج مهم وأتمنى أي شخص يحب التسوير يستخدمه هو برنامج في المك برو برنامج طبعا غديم ومش موجود في الاندرويد موجود بس في موجود في الايباد برضو طبعا فلو نفتح البرنامج ستكلم معكم عن الميزات الموجودة في البرنامج كبداية الى تحت هنا تغيير لضاءة حق الأفكت لو انك تشوف الأشياء القريبة منك البعيد الألوان اللي عادتك اياها فهنا الأفكت مثلا هنا الايزو لو بتشوف تغير الايزو من عندك هنا بتشوف لضاءة عندك ترفع فيها هنا هنا في الزوم وهنا الفوكس برضو تسوي فوكس لحق الأشياء تسوي فوكس لحق الأشياء القريبة لذول الأشياء البعيدة مثل ما نشوف يعني يعتبر لحق التصوير التصوير الاحترافي هنا الزوم فلو بنخلص من ذيل الأشياء نرجع نفتحهم هنا لكم هنا الفوكس لو انك تحط لحق مكان تبي تتصور عليه وهنا الحق الإضاءة مثل ما نشوف تلعب في الإضاءة ترفاحها وتنزلها من عندك فبرنامج حلو هنا برضو الزوم الأشياء اللي أحبها وعجبتني واللي ما قمت أستخدم برنامج التصوير الفيديو الرئيسي لحق الآيفون ونتقلت حق البرنامج هنا فلو بنتكلم هنا أول شيء تلعب هنا جورة الفيديو على 4K 3K 2K نرجع HD هنا برضو هنا برضو حجم الصورة أبعاد الصورة التي تلعب فيها طبعا أنا عارف أن الأبعاد موجودة في برنامج الرئيسي لكن في أشياء مش موجودة حين فلو بتبي مثلا 30 فريم لو بترفعها بتخلي مثلا 60 فريم ستندر هنا تايم لابس برضو اللي هو التصوير السريع فلو بتلعب فيه هنا برضو أشياء كثيرة ما أتوقع أنه مش الكل راح يحتاجها لكن ليبوني برنامج تصوير برو هذا هو البرنامج هنا الأوديو هذا الشيء اللي أفضل أنا أو الشيء اللي عاجبني مثلا أنت قاعد تصور فيديو وانت قاعد تصور الفيديو مثلا ماسك الكاميرا وقاعد تصور إذا أنت تصور الفيديو تبي مثلا الشخص اللي بتصوره يطلع في الفيديو لكن الصوت حقه ما تبي يطلع مثلا زعاجن تبي يتعلق على الفيديو نفسه فهنا الأشياء اللي تتحكم فيها مثلا أنا أحيانا بصور فيديو وأبي الشخص ما يطلع صوته فأحول هنا أخلي الفرونت أحيان الكاميرات المايك الحق الآيفون ما راح يشتغل مايك الخلفي ما راح يشتغل مايك اللي هنا راح يشتغل بس المايك اللي عندك هنا وكيف تتأكد حط سماعة بلوتوث عندك أو سماعة واير وحطها في ابنك وراح تحرك هنا وراح تسمع الصوت عندك مثل ما نشوف لو نضغط هنا عندي الصوت هنا بتاحت بالأخضر يرتفع فالكل لو الأشخاص اللي ما يعرفون لايفون فيه ثلاث مايكات فيه مايك هنا تحت تصوير الفيديو وهنا فيه مايك برضو وفيه مايك خلفي هنا اللي هو النقطة اللي نشوفه هنا فأنتم كيف تتحول بين المايكات تابعهم كلهم يشتغلون تابعي إلى المايك اللي تحت هنا يشتغل بس تابعي إلى المايك مثل ما قلتكم اللي قدام أو المايك الخلفي بكيفك هنا وهنا برضو جودة أو الفرمال الحق الأوديو الصوت بكيفك اللي تابعه وهنا الجودة ترفعها بكيفك هنا البلوتوث لو نحط سماعة بلوتوث ماذا لا تقابر قوي سماعة تابع الصوت تطلع منها تقدر تشكلها من هنا ففيه أشياء كثيرة لو نتكلم عن الجهاز هنا او الجهاز انا صورت فيديو ما يحافظه بالبرنامج يحافظه بالكاميرا او برنامج الالبوم الصور الخاص في أبل تقدر تخليه من هنا انا مشكلها تقدر تلعب هنا وتشوف الأشياء كلها هنا لو تضغط عليه تقوم بعمل فرمات لحق البرنامج يرجع لك العددات الرئيسية تقدر ترجعها من هنا هنا لو تضغط عليها هنا تغير تصوير مثلا لو تبدأ تصوير مثل ما نشوف هنا يحسب لك الوقت الفعلي لحين انا لا مخلي عادي كيفك فيحسب لي وانا اصوري حسب الدقائق من بديت هنا الهاردوير لو تضغط عليها هنا بعض البرامج او بعض الجهزة الاكسوسورية تقدر تركبها مثلا الدي جي اي تقدر تشقل بالشركة اللي مركب فيها الجهاز هنا لو عندك حساب في الشركة تقدر ترفع كلاود لحب الصور فيديوهات اللي عندك هنا تقدر ترسل في الكمونيتي مثلا على تويتر انستغرام فيسبوك فيديوهات حقينك طبعا جوجل بلس هنا برنامج عندهم اسم فلاش لايت لو بتشقله بتفتح عندك تقدر تحمله بفلوس لو نرجع هنا تتكلم عن تشقل مانع الاحتزاز هنا خيارات الكاميرا لو بتحبيها تلفوتو سيلفي هنا دولتك راح تتكلم عن برنامج منفصل لان لو تطلب يفتح برنامج هو برنامج منفصل راح تتكلم عن فيديو ثاني هنا الفلاش لو بتشقل الفلاش بكيفك من الخيارات هنا لو بتحط الخطوط يعلمك وين ننصف الجهاز طبعا موجودة حتى في البرنامج الكامير الرئيسي هنا نفرميش لحق البرنامج نفسه بس هذا تغيب البرنامج البرنامج ممتاز اتمنى كل الشخص ليستخدم الفيديوهات او يصور فيديو كثير هذا الخيار اللي عجبني برضا اذا حطت القطعة عندي لحق مايك خارجي راح يتعرف لي هنا وحول عليه واشتغل المايك الخارجي لكن حلو حترون ما عندك قطعة خارجية يعني مثلا قد تصور فيديو الشخص بعيد مثلا وانت بتعلق على الفيديو وانت فتضغط هنا بتشكل مثلا بس المايك الامامي خلاص انت بس تشتغل الفيديو وما تبي ازعاج ليطلع القدام بس تبي الفيديو يعني تخلي كده وانتتكلم فالصوت حقك ولا يلقط الاسوات اللي قاعدت تصورها فهذا البرنامج البرنامج ممتاز ومثل ما قد تكون برنامج مجاني في الابل ستور لو نفتح الابل ستور نروح في البحث وهذا البرنامج برنامج من شركة معروفة والبرنامج ممتاز ليس موجود في الاندرويد موجود في الايو اس بس على اي جهاز ايو اس موجود في لها برنامج برضو لحق ساعة تابل بس لحق التصوير يعني مثلا متحطه من بعيد تتحكم في التصوير توقف وتتشغل بكيفك بس هذا البرنامج رابط البرنامج رحط لكم تحت في الوصف في نهاية الفيديو تنسون اشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتحليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوا من فضل دعاكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر